أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الأولوية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدفه الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الاندباط المالي الكامل في الانفاق وعشر مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن الأولوية حاليا هي متابعة توفر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق كما طالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول دعما للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل